اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نكمل وياكم سلسلة فاحص القطع الالكترونية اليوم نفحص لكم الشوت كي دايود قبل ما نفحص لك الشوت كي دايود اللي هو هذا اللي هو هذا هذا الشوت كي دايود اتمنى تشوفوه مارتم علي علامة الدايود اريد اقول لكم شنو فرقة عن الدايود العادي الدايود العادي كلكم شايفيه كلكم شايفيه الدايود العادي اللي يختلف عن الشوت كي دايود هذا الشوت كي دايود هو عبارة عن دايود يستعمل في كشف الاشارة اللاسلكية او المايكرويف الشارط الراديوية او التلفزيونية وهذا الشوت كي دايود هو البديل الرئيسي الجرمانيوم دايود الجرمانيوم دايود هو ايضا استعمل في كشف الاشارة اللاسلكية بس توقف انتاجه منذ الحرب العالمية الثانية وليش توقف انتاجه لان مادة الجرمانيوم اللي تدخل فيه صناعة الدايود يعني غالية جدا ولهذا استعيض عنه بالسيليكون مادة السيليكون تكون رخيصة الثمن فالدايودات حاليا يتم تصنيعها من مادة السيليكون مثل هاي الدايودات اذا شوفوا هاي الدايود العادي هذا يدخل في صناعة السيليكون يسمى السيليكون دايود اما الجرمانيوم فهو يكون زجاجي لون زجاجي ان شاء الله بالدرس القادم اصبلكم علي فيديو يكون لون زجاجي الجرمانيوم دايود عندي منه كم قطعة محتفظ بيها المهم هذا الشوتكي دايود هذا شوفوا شبيه بالترانزيستر هذا الشوتكي دايود اذا تلاحظون اذا تلاحظوا وهذا وهذا اليمة الترانزيستر الترانزيستر كلكم تعرفون يتكون من 3 اقطاب 3 اقطاب او 3 رجل اما الشوتكي دايود كما تلاحظون مرسوم علي علامة الدايود ومتكون من قطبين فقط القطب الوسطاني مكسوس من الشركة هذا استخداماته طبعا الشوتكي دايود واسعة جدا يستخدم في المايكرو ويف وفي اجهزة الباور سبلاي ويستعمل في كشف الاشارة الراديوية وفي الترددات العالية جدا ما نحصل عليه ما نحصل عليه الشوتكي دايود الشوتكي دايود تحصل عليه في سوق الالكترونيات في الباب الشرجي واذا ما تلقي موجود يعني هذا الشارعه من باور سبلاي كومبيوتر مكتبي من هذا الباور سبلاي كلكم تلاحظون كلكم عدكم باور سبلايات او عدكم كومبيوتر مكتبي قديم تقدر تستخرج منه هذا الباور سبلاي يكون في مروحة يتركب بالواير يتركب بالواير مع الكمبيوتر مثلا ما تشوفو هذا الباور سبلاي تستخرج من عنده بتقريبا اثنين قطعتين من الشوتكي لعرفوا هذا الشوتكي قطعتين موجودة من الشوتكي دايود اللي تشوفوه امامكم طبعا رقمه استطيقكم رقمه ما جايصر عندي فوكيس اس اف اي اف خمسمية واربحة اس اف اي اف خمسمية واربحة جي هذا رقمه هذا رقمه شوتكي دايود هس وراء ما عرفنا من نحصل على الشوتكي دايود قلنا لكم من موجود في الباور سبلاي مالكمبيوتر هذا موجود كلكم تعرفوه تستخرج من عنده هسا نعلمكم كيفية فحص الشوتكي دايود طبعا تفحص الشوتكي دايود ما يختلف عن فحص الدايود نفس فحص الدايود هو مصنوع من مواد شبه موصلة سيمي كوندكترز فهذا الشوتكي دايود من تفحصه يمرر التيار باتجاه باتجاه واحد يعني مره يتقراءه مره ما ينتقراءه يمرر التيار باتجاه واحد والاتجاه الثاني ما يمرره هسا خلي نقول بسم الله ونبدأ نفحص طبعا تخليه على وضع الدايود وتفحص شوف الطاق قراءه مع صافره قليله بتعكسه بالعكس المفروض ما يمرر التيار ما ينتقرها شوف اخوية فعلا ما ينتقرها نرجع نفحصه مرة ثانية هذا الشوتكي دايود شوف انتقراءه مع صافره قليله بتعكس الأقطاب ما ينتقرها اذا الشوتكي دايود شغال هذا مستعمل قلت لكم ان شاء الله من مكتبي هذا مستعمل بشغال هذا الشوتكي دايود شغال شون عرفناه شغال لان ينتقرها بجهه ومنتق اكسه ما ينتقرها يعني شنو يمرر التيار باتجاه واحد ويمنع مروره بالاتجاه الثاني فهذا هو مبدأ عمل الشوتكي دايود وايضا يستعمل الشوتكي دايود في تحويل التيار المتناوب الى تيار مستمر بالاضافة الى كشف الاهشارة الراديوية وايستعمل في المايكرو ويف وفي التردادات العالية وهو البديل الاساسي للجرمانيوم دايود فهذا اليوم دارسنا اخواني عن الشوتكي دايود ومن اين احصل عليه وكيفية فحصه وما هي استعمالاته لا تنسى لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة